كيف هو حجم مشاركة الكوادر التعليمية والتربوية في هذه التظاهرة التي تحصل الآن في البصرة؟ تفضل أهلا بك إيناس وأهلا بك المشاهدين الكرام حقيقة البصرة تشهد تجمع كبير كان صباحا لتربوي البصرة وكان هناك اعتداء قبل اليوم من الآن وهناك حقيقة عدم احترام لهذه الكوادر التربوية التي خرجت ما خرجت من الأجيال هناك مطالب كانت مشروعة لهذه الكوادر ولم تقابل بالتعامل الجيد لربما كان هناك احتكاك مع بعض الكوادر بالتالي أدى إلى الاعتداء على أحد الكوادر التربوية مدير مدرسة كان ومثل ما شاهدنا الفيديو الذي تم إرساله يوم أمس هو كان مدير المدرسة قد تضرر بشكل كبير بسبب ضرب أحد القوات الأمنية لهذا الفرد من الكوادر التعليمية هناك مطالب تخص قطع الأراضي هناك بالمرتبة الأولى هي حماية المعلم من الاعتداء بدل ما يحمون الكوادر التربوية هناك اعتداء على هذه الكوادر حقيقة لتعمل بشكل دؤوب وتعمل بالمحافظة بكل مدارسها وهذا الأمر يحتاج إلى تدخل من قبل رئيس الوزراء ويحتاج إلى تدخل من قبل السيد المحافظ باعتبار أن الاعتداء الذي حصل يوم أمس كان شاهد لكل من كان موجود في هذا المكان نعم أحمد طيب هل لك أن ينضم معك أحد الموجودين لتسأله عن ما سبب تأخر توزيع قطع الأراضي للمعلمين ما سبب الاعتداءات المتكررة على المؤسسة التربوية هل هناك ضوابط لمنع تلك الاعتداءات معنا السيد سعيد المظفر طبعاً ممثل عن شريحة التربوية في محافظة البصرة نعم طبعاً هناك كم كبير من المعلومات لديه أهلاً وسلم بك سيد أهلاً أستاذ حقيقة مشاكل اليوم التي تحدث مع الكوادر التربوية في محافظة البصرة كثيرة لكن أبرزها كان قبل يوم هو الاعتداء على أحد الكوادر الذي كان يطالب بحقه صراحة بدءاً المثل الياباني يقول ابتعد عن ظل المعلم عشرة أمتار خشية أن تدوس ظله جسدته محافظة البصرة وقائد الشرطة ومنتسبي جسدوه وابتعدوا عشرين متر ومو عشر أمتار عن ظل المعلم أمس من ضربوه وأثرة وبراسة ضربوه ما قد تشمخيات البارحة رحنا الأستاذ حتى كان تعبان يعني احتمال صحتة انتكس طلعنا يوم أمس سمينا يوم الكرمة مطالبين بأبسط حق من حقوقنا اللي هي قطعة أرض سكن لاق كفلة دستور احنا طالبنا بحقنا اللي كفلة الدستور القوات الأمنية جاوزت على الدستور المسؤولين بمحافظة البصرة اللي هم موظفين براتب عند الشعب موظف المسؤول موظف براتب عند الشعب ينسون من يوصلون للكرسي يصيرون حكام بأمر الله نسى هذا الشيء يترفع عن يقابل التربوين بالبداية المتقاعدين اللي هم سنة ونص جاعة وهم وعوائلهم وبدون راتب وانحلت بالشافعات وما طلعوا فهد يوم قابلهم ما أعرف ليش يعني كأنما التربوي مستهدف كأنما منهج عند الحكومة المحلية والحكومات المتعاقبة أن يذلون التربوي حتى يخلون التعليم ساسعيد ساسعيد يعني أنتم اليوم أمام ديوان محافظة البصرة يعني ما طلع لكم المحافظ ناب المحافظ ممثل عن المحافظ ما طلع أي أحد بصراحة أمس طلعنا من تفضين الكرامتنا بحقوقنا لكن نضرب أستاذ لطيف مدير متوسطة المستجار فاليوم طلعنا ثائرا للكرامة نسينا قطعة الأرض يصير بعد الكرامة أول مرة كرامتنا نغيتها يطلع قائد الشرطة والمحافظة يعتذرون للتربويين ويعتذرون الأستاذ نطيف شخصيا والمناسبة البائسة اللي بدل ما تكون عيد تكون مناسبة بائسة لبسنان السوات هي عيد المعلم اللي أهانوا بها العلم والمعلمين واعتقد المنهج مقصود أن يذلون التربويين نعم أحمد نعم يناس حقيقة يعني في محافظة البصرة يعني وزعوا كثير من الأراضي لكن الشريحة أنت ذكرت قانون حماية المعلم قانون حماية المعلم مو شرطة يحطونا وراء المعلم وإنما حماية اجتماعية اقتصادية صحية أن يطلعون سكن لاق يطلعون مخصصات تربوية لاق حال حال مخصصات جامعية بالإضافة إلى ضمان صحي هذا قانون حماية المعلم نعم أحمد تم توزيع أكثر من لمجموعة أكثر من شريحة من شراحة المجتمع لكن التربويين حقيقة لغاية اليوم يعني لم يشملون بموضوع الأراضي نعم أحمد علي مرسلنا من البصرة كنت معنا شكرا جزيلا لك